ثم شرع الناظم رحمه الله يتكلم عن التيمم التيمم وهو طهارة بدلية يعني بدل الماء الإنسان ما وجد الماء في صحراء أو وجد الماء ولكن لا يكفيه لوضوئه والوقت ضيق ولا يمكن أن يحصل الماء في مكان قريب ولا يمكن أن يشتريه بالماء الذي لا يضره شراؤه به مثلا أو أنه عند أصحابه الماء ولكن يخشى أن يمنون عليه بعد ذلك يقولون والله أنت يا حناطينك الماء بعد توضيت ولكنك ما توضاش هذا ما يغزمه ماء هؤلاء فلذلك الماء يعني كما قال العلماء الماء إذا كان طبعا متوفر قادر على الوضوء به وإكمال الوضوء به إلى غير ذلك مما ذكره الفقاه على كل حال في المطولات فبالتالي إنسان إذا عدم عنه الماء أو كان مريضا مرضا مخوفا بحيث أن الطبيب قال له لا تستعمل الماء لأنك لو استعملت الماء سيزيد مرضك إذا استعملت الماء سيتأخر برؤك مثلا بالتجربة فقال له أصدقائه أو أحد من أصدقائه والله أنه صاب نفس هذا المرض وأنه لما استعملت الماء هلكت الله سبحانه وتعالى لا يريد منه الحرش لا يريد منه المشقة في هذا الأمر وطبعا إذا تكلمنا على التيمم من يش غادي نتكلم على التيمم اللي واحد بالمعنى يعجز غي يعجز على الماء بيسخل الماء ويتوضى لا والله البرد خلاص انتيمم لا هذه صلاة باطلة ظهر باطلة لأن التيمم رأى عنده شروط وعنده فرائض وعنده سنن وعنده مستحبات وعنده مبطيلات كمبطيلات الوضوء فلذلك ننتبه لهذا الأمر بزاف الناس اللي رأهم يترخصوا في التيمم في غير مكانه وبالتالي هذه رخصة هذه رخصة هذا بدل إذا لم تجد الماء أو كنت مريضا كما قال الله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إذن فهذه طهارة بدلية ولذلك لا يترخص إنسان يقولون إما يحكى هذا ومتواتر عند بعض الناس قالوا واحد كان يسبح في النهر يسبح داخل النهر يسبح وخرج من النهر ولبس ثيابه ثم تيمم وصل قالوا ليش تيممت ليش ما توضيتش قال لهم الماء يضرني يعني هو لما كان يسبح الماء ما ضراش منهار ليخرج ولا الماء يضره فبعض الناس يعني يتبرمج تولي عندها يعني هذه عادة يعني في ثوب عبادة نلعياذه بالله فبالتالي هذا أمر باطل ولذلك إنسان لابد أن يفقه مالتها يتيمم جيب لي جيب لي كل حجر أن تيمم ألاش تيم هارني عاجز من يشتارك هذا ليس عذر للتيمم أبدا ليس عذر للتيمم مدام أنك قادر تغتسل لو قالوا لك رهال السرة عدراهم اللي هي على عشر مترات ما تنوض لهاش تجري والله تنوض تولي شباب بينما الوضوء تعجز عنه تتكاسل عنه وهو الطهارة الأصلية فلذلك الطهارة الأصلية لا بد من نحافظ عليها الماء أولا فلم تجدوا ماء فتيمم إذن هذا فصل يتكلم فيه عن التيمم تيمم في الأصل ترجمة نانسي قنقر